اشتركوا في القناة ورح نشوف هذي المهرجان الشرح مالي الموضوع معنا اليوم ان شاء الله رح نحكي عن مهرجان طاقة داخلية طبعا مو مهرجان هو حدث مستمر يعني بس بالتحديث الاخير اضافوا فاتشي يعني كل الجميل اللي هو هنا لما تيجي الى القوة الداخلية رح تلقي انه الكتب تقدر تفتحها كلها حاليا الطريقة انه الواحد يفتحها اول شي طبعا نزلوا هذي الشخصية الجديدة ما لها اي فائدة بس داي يقول لك انه اكو اشياء جديدة صارت بالدنيا فتقول لها سوي شارك يقول لك شارك من يم هذا هميته فما ادري اصلا هو ليش موجود المهم اول ما تبدي كل يوم تيجي على هذا الشخصية اللي لابس ذهبي تقول لها المطالبة بالمكافهات لقتل الشياطين فرح تلقي عنده مكافاتين تقدر تاخذها طبعا المكافاتين هذي باقت المدح العالمي وباقت الفرحة عالمية اول وحدة تحصل عليها من خلال انه تجي تاخذها من هنا وتقدر تحصل عليها بالطريقة الثانية انه تروح تقتل حارس شرير اللي هما يطلعون بمكان عشوائي تقتمعدهم اربعة وانت راح تحصل وحدة من هذي هذي شلون واحد يحصل على الفرحة العالمية انه تروح تشارك بقتل العنقاء الجهنمية العنقاء الجهنمية طبعا تطلع هذا اللي من تحكي وياه يقول لك الوقت اللي تطلع بالعنقاء الجهنمية الساعة بثمانية وعشرة الصبح والساعة بثنين وعشرين وعشرة بالليل هاي الوقتين فقط اللي تطلع بها هاي العنقاء الجهنمية اذا قدرت تشارك بالقتل مال هاي العنقاء راح تحصل على هاي الجائزة الثانية اني قلت لك عليها والحراس الاشراسة راح تنان اللي يسا ما شفيتهم هما كانت بينا انه يطلعون بمكان عشوائي طول النهار طول اليوم يعني مو بوقت محدد بس يطلعون بشكل عشوائي وانت لازم تقتل اربع من عدوهم تحصل جائزة طبعا الجوائز جميلة يعني صراحة انه تحصل حجر زات خمسة حجر نجم وشاه خمسمين سي بي مقيد او باقة الصنديد اللي ما ادري الصراحة يا شنسة وروح تنين خاصة يعني جوائز جميلة صارت بمهام الدنيا بالجديد بس حاليا الحارس الشرير انا دورت عليها هوايا الصراحة ومالقياته فسا خلينا نعدي هاي النقطة انت بس تفوت الى الدنيا ودور على الحارس الشرير انت ان شاء الله اذا لقيت اكتلاذ اما لقيت اخلي اولي مشكلة هاي عكس طبعا هذي تم الحصول على سبعة هي هذي باقة المدح العالمي اللي هي هاي المفروض فصيرها بالعكس يعني تقدر تحصل باقة المدح العالمي تقدر تحصل من عدها خمسين باقة في الاسبوع وباقة الفرح العالمي تقدر تحصل من عدها ثلاثة بالاسبوع يعني واحدة من هنا واثنيا انه بالصباح تشارك بقتل العناقاء الجهنمي وبالليل تشارك بقتل العناقاء الجهنمي تحصل ثلاثة خلال اسبوع يعني خلال اليوم بس هي المهم يعني انه خلال اسبوع تقدر تحصل باقة المدح العالمي اما هذي اللي هي باقة المدح العالمي تحصل سبعة من عدها من خلال المطالبة بالجائزة كل يوم هي جائزة يومية بدون السوائش تقدر تحصلها ومن انه تشارك بقتل الحراسي الاشرار هما حراس شري راح تقدر راح يكونوا ضعفاء وكلما تكتلي اربعة راح تحصل وحدة من هاي الباقة فهل سنفتح الباقة سواء الباقة المدحة سنفتح هذي بالاول طبعا هاي نطقتني باقة سباق خل ثلاثة طبعا هاي تنطي جوائز عشوائية كاتبين من ضمنها انه تنطيك سي بي مقيد او تنطيك اشياء ثانية يعني باقت نقاط هذي نطقتك ثلاثة شهادة بطل الدنيا هاي شهادة بطل الدنيا شوية نابرة نقول شنو لازم نسوي بيها هاي نفتح حندا نشوف شنو تنطي طبعا جوائز يعني زينة احجار نجم ساطع طبعا هسا صارت عندي عشرة شهادة بطل الدنيا هسا الوعي شي سوي يجي الى الشخصية الجديدة طبعا اول ما تبدي اول ما تدخل اللعبة باليوم هذا راح تلقي عندك فد فدع انصر تستخدم راح يجيبك الى الحكيم الغامض هذا يجي تحشوية الحكيم الغامض هاي راح يقول لك خيارين انه تستبدل خمس شهادات بطل الدنيا او انه تستبدل بطاقات والشهادات بنقاط قوة يعني نقاط قوة يقصد بها هذي المهم فهسا احنا حاليا نريد نفتح الكتب الكتب الطاقة الداخلية اللي صار لها قرن واحنا ننتظر انه تنفتح هو اخيرا هي انفتحت الحمد الله طبعا تقول لدي خمس بطاقات طبعا راح يقول لك اما تقول لك عندي خمس بطاقات وانت عندك راح يقول لك هنا انا يكتب لك الجائزة ويقول لك تريدها او تريد تغيرها اهنا كاتب لك النقاط اللي موجودة عندك بالطاقة الداخلية فهنانه يقول لك اذا ما تشني تراضي عن الجائزة حاليا اثنين نجم شفق يعني جائزة زفت يعني يعني هسا اهنا نريد جائزة افضل فتقول لها عادة انعاش عشرة نقاط راح ياخذ منك عشرة نقاط قوة اذا تسوي لها انعاش النوب راح ياخذ عشرين واكلة يعني كل ما تسوي لها انعاش مرة تزيد عشرة على المبلغ اللي قابله اذا طلعت لك جائزة خمس نجوم طبعا راح تضطر انه تاخذها ما تقرر تغيرها بعد او ممكن تطلع لك اربع نجوم الاربع نجوم بتقدر تخيرها فأسا هاي ثلاث نجوم ولا وهذا نص نجمة ما تجي مهم اسا نقول لها عادة انعاش طبعا اكو فد ناس اخذوا ولفت نيازك لفت اه لفت كرات تنين مقيد بري Lub tôm بريد 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 بس نخلي لي اعادة انعاش مثل ما تلاهظون جايزة فاشل اللخ نسوي لي اعادة انعاش النب هذا جزء مخططات التنين الف فانت تقرأ الاسم هنا تجي هنا تشوف شنو جزء مخططات التنين مخططات التنين اللي هو هذا اه هذا فهذا اه لما يقول لك هيتي يعني جزء فقط واربع نجوم ولكن جزء الجزء لازم تجمع من عنده عشرة على مو يصير لك كتاب كامل والاجزاء ما يقدر طبعا تضاعفها لازم تجمعها واحدة واحدة على مو تقدر تسوي واحد كامل فالسحاليا نحن نحن نغير بس نقول لها نبدل جزء عقيدة العبادة همه هذا كتاب ثاني جزء اللي يحظي الحياة طبعا انت تنتبه لازم انه الكتاب اللي راح نعطيك يا انت مفاتحة يامك بعد طبعا قامت تاخذ مية واربعين مثل ما تلاحظون جزء قالب حور جزء مخططات التنين حجر زاد اثنين سبع ايام طبعا الجوائز مو بس انه هي كتب طاقة داخلية وانه ما اكو جوائز حلوة ثاني عميته جزء قالب حور جيم جزء عقيدة العبادة فاحنا راح اوصلها الى ثلاثمية ووراها راح ااخذ الجائزة نيزك جزء مخططات التنين زيان هس احصل على هذا هذا جزء مخططات التنين يقولك يجمع من عنده 15 طبعا انا بالحساب البوحامد اخذت جزء ثاني مو هذا مخططات التنين اذا كان يريد 10 وليس 15 يعني مبين انه كل كتاب يعني يختلف عن الكتاب اللي الغيره انه بعدد اللي يحتاجه بس وقت عندي خمسة نجرب نشوف نحصل على شي زيان لو لا ومتى راح اوصلها الى ثلاثمية وبعدين انا وراها اوقف جزء عقيدة العبادة جيم جزء طلسم متفي نيزك على طبعا ها شوف لفت كرات تنين مقيد طبعا هذي الجائزة اللي حصل عليها واحد شنته شوية باللعبة هسه حاليا مرات اللي عاش واحد عشان انا راح اصل على هاي الجائزة بهذا الحساب لان راح تفيدني اهميتها المهم هي هاي الحدث الجديد على موت تفتح هذي البوابات الجديدة وهس ان شاء الله راح اشرح لكم شلون تقدر تسويها الى اقصى حد توصلها بس خلوكم ويايا رجعت لكم بالحساب الابو حامد اللي بتعت بي الكتاب من الكتب والتقريبا ان الله اعلم ان اول واحد فتح هذا الكتاب بالسيرفر كله قلب حرب الف طبعا هاي لما فتحت الكتاب كان هنا مثل ما تعرفون الكتب الاولية شلون واحد يفتحها يسوي احصل او احصل بقوة اكبر يعني الى ان اصير ذهبية هيتش يعني هاي اقوى شي ممكن توصل له هاي كل ما تسويها دراسة مرة كل ما تسويها دراسة مرة تقريبا راح توقف ما تقدر تسويها دراسة اللخة تحتاج الى ماحي قوة عتى تسويها دراسة اللخة اللي هو هذا شكله واللي تقدر تحصل عليها ايضا من نفسه اللي نطاك هذه الشسمة اللي نطاك هاي الكتب والاجزاء الكتب مدمر الطاقة ماحي الطاقة هذا لازم تستخدمه حتى تعيد الدراسات على البوابة فهسان اذا اقول له عيد الدراسات راح يقول لك راح تكلفك ماحي قوة واحد ويقول لك النصيحة حكيم غامض لديه الماحيات الطاقة هذه ماحيات الطاقة يعني لازم تظل تحوّد تغير الى ان تطلع لك ماحي طاقة تتاخذها على مود تستخدمه نانا وتعلي الطاقة مالتها اكثر على مود الى ان توصلها الى مية وتنقفل تصير مثل هاي يعني مشعة بعد مزيد اكثر الله اعلم يهج الموضوع انا بس احصل ان شاء الله ماحي قوة او افتح كتاب الله واشوف الموضوع يعني بالتفصيل شلون الواحد يسويها الى ويوصلها الى مية وان شاء الله يسوي فيديو اللا خمته عن شلون الواحد يثبت القوة ما يتذني الكتب الجديدة لان من بين الموضوع مالها معقد ومو مثل هذني بسهولة كل شنو الواحد يفتحها ويجي احسن اصلا لانها الدنيا كلها فاتحة حينها تذني للثلاثة بدون اي التعب يعني شي قبل ما نختم المكافأة هنا في التفاعل اتصارت مختلفة عن السابق المكافأة هنا طبعا هنانا كفة خطأ ونمسحت كل اللي موجودات هنانا بس موجود دخول اللعبة وخمس ساعات اونلاين طبعا اللي هي تحسب بس ما مكتوبة هنا يعني لما نتسوي دراسات الجيانج لما نتسوي دراسات الجيانج عشرة باليوم او اثناعش باليوم ودراسات الطاقة اثناعش باليوم وتسوي حلبة ومن ضمنها همه تضافه بالجديد انه هاي لما نتسقوم تسوي المهمات الدنيا وتبدل من هذي همهت راح تنطيك نقاط تفاعل يعني صارت فتشغلة يومية هذي همهتها بس سنو اللي يختلف انه هذي الجائزة الاولى صارت تنطيك رمز مهمة يومي ذهبي اللي هو هذا طبعا هذا يقول لك إذا تستخدمه راح ينهي لك كل المهمات اليومية مرة واحدة وما راح تضطر انه تكمل واحدة واحدة فهساني حاليا مكمل المهمات اليومية فرح استخدمه بالحساب الراهب اللي هو لسه ما مكمل اي مهمة واشوف اشلون يعني هذا راح يكمل المهمات كلها ولا برج الغموض اعتقد ما راح يكمل راح يظل موجود لازم تتكمل ايدويا الجائزة الثانية باقة الثروة الكبيرة طبعا هاي الباقة مثل ما تلاحظون انتو قبل كانت اكو باقتين انه الباقة الاولى تستخدمها على مود تاخذ الجائزة والباقة الثانية تستاخذ منعدها بطاقة مضاعفة الجائزة لا هذه دمجوها اثنين تنسوا بس لما تاخذ هاي الجائزة اول ما تاخذها سيقولك هي هاي اصلا جائزة مضاعفة اذا تفتحها هي الضاعف نفسها من حالها فممكن انا فتحتها طبعا ضاعفت للجائز اطلت نقاط درس فقط فحتى ما استفادت منعدها كثير بس ان شاء الله راح بس افتح الحساب الراهب ونشوف هاي شلون راح تستشتغل تكمل المهمات كلها لو راح تبقي كم مهمة لازم واعد يكملها فانتظرونا رجاعنا لكم ونسا راح نجرب انه نستخدم رمز المهمة اليومية الذهبي ونشوف راح يكمل ان المهمات كلها لو راح تبقي مهمات ثانية ما راح تكمل السحالية مثل ما تشوفون مهمات انا ممنحة منعدها اي يعني تقريبا نصها مئة كملانة بس انا بقت فيها مهمات ما كملانة فنجرب يجب ان تنهم اما طاعة القادة قبل ان تتمكن من استخدام هذا الرمز هل توضي الاستمرار؟ طاعة القادة اللي هي تكريم الاجداد يعني يقصدون به فاخلي يولونها سيسوي الاستمرار طبعا هذي طاعة القادة جنا نروح على مكان نفوت به على مود نقدر نكملها وهذي غيروها على مود الواحد بعد ما يقدر يسوي هاي الخدعة انه يسوي اثنين مرة واحدة ياخذ رمزين مرة واحدة والله صراحة يعني شي جيد انه سوم هاي الخطوة لان كانت اكفت مشكلة باللعبة انه حاطين المبخرة وياها القائد وانت تجي تسوي تكريب للقائد وتكريم للمبخرة وتاخذ جزين باليوم رمزين باليوم ورمز واحد فأسأل همات البقية نستخدم باقت كنز التواوي هذا هماته شي جديد انه هاي لما تكرمهم قاعد ينطق باقة ويقول لك اذا عندك مفتاح النعيم اللي هو تاخذه من هنا من خزنة النعيم يا خزنة النعيم لغوها والله مبين طبعا خزنة النعيم ملغية اللي كانت تزود لك قوة حالة موهبة لغوها اماته بس احنا نريد نستخدم الرمز نستخدمها ثروة المشرقة كنز التنين الآن المهمات انتهت كلها شوف حتى الثروة الساطعة طبعا انتهت يعني مضبوط هاي تنهيلك المهمات كلها حتى خرزة الروح رح تنهيلك اياها يعني بعد حتى ماكو فايدة من رموز الطاقة اللي هي هذاني هاي واحد يعني شي سوى بيهن يذبعنا احسن المهم هذا بالنسبة للتحديث الجديد الكبير وهذه الباقة الثانية بعدها ما وصلت لها انا اذا اعجبك الفيديو فقط حطنا اعجاب بالفيديو واشترك في القناة ليصلك كل جديد واذا كان عندك اي اسئلة عن هذا التحديث الاخير فقط اكتبنا اياها في اسفل الفيديو وان شاء الله نجاوب عليها وانسوي انا رح نسوي حلقات اضافية ان شاء الله عن موضوع الطاقة الطاقة الداخلية واشلون الواحد يخليها مية بالمية القوة مالتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته